صباح الخير أو مساء الخير يا برج التور في القراءة العاطفية خلينا ندخل على طول على القراءة العاطفية وأسفل التأخير دي تعتبر من 14 ليوم 31 بإذن الله طاقةك حلوة يا برج التور وكارتك طالع يعني ده إنت في الطاقة بتاعتك أعتقد إن في حد قديم رجع لك وإنت زمان تقريبا كنت مستني رجوع هذا الشخص وبالفعل هذا الشخص رجع مرة أخرى لحياتك أو هيرجع بهذا الشخص مرة تانية ده إيرفينت أنت في الطاقة بتاعتك طاقة برج التور طاقة إنك مبسوط وشاعر بيئة الرضا أنت شاعر بالرضا حاليا وشاعر بأن أنت بتحبه قوي يعني بتحبه قوي وبتحب كمان التواصل مع هذا الشخص ولما ما بتتواصلش معاه بتشعر بعدم الرضا لأن ده كارتك يطلع بالتواصل إبنت بتشعر بأن مثلا الحياة تحكيت لك لما هذا الشخص بيرجع مرة تانية لحياتك لأنك بينكو ذكريات كتير قوي وبينكو علاقة متينة يعني مش أي علاقة ممكن تكونوا متزوجين مثلا ما ممكن ممكن تكونوا متزوجين طيب خلينا نشوف طيب مشاعر هذا الشريك إيه وشايفك إزاي وحالته إيه دلوقتي حلو طيب برج التور هذا الشريك عايز يقدم لك يعني هدية كده أو شيء من مثلا ممكن تكونوا أنت لسا راجعين مع بعض فهو عايز يقدم لك شيء يثبت حسن يثبت بيه حسن نياده مثلا عايز أتأكد من حاجة عشان ما ظلموش مثلا مش هظلمو يعني أه لا ده ده عايز عايز يقولك وحشتني وتعالقي عايز يهزر معاك ويدحك ويرجع الجو اللطيف اللي كان ما بينكو في أول العلاقة خالص بقى لكنك أول مرة تتعرف عليه كده وبصص لقدام أهو وهو تقريبا عايز يعمل إيه لأن ده كرت برضه هو عايز مثلا ما تتكلموش في الماضي كتير يعني مثلا ممكن تكونوا أنت بتكلموا مثلا صرت حاجة حصلت في الماضي ما بينك ويقولك بلاش بقى أول سيبك من الماضي تعال نهزر تعال نتحك تعال تعال نتكلم مع بعض أنا بحب الكلام معك أنا بقولكو فيه تواصل ما بينكو قوي يعني أنت بتحبوا الكلام مع بعض أنتو بتتكلموا مع بعض حلو قوي فهو بيحب يتكلم معك هذا الشخص وبيحب يددش كده وتتحك وتغذر وياخد معك الكلام يعني أو وحشه قوي وحشه قوي جو الهزار والدحكة اللي كان ما بينكو فعايز الشخص عايز يبص لقدام بقى يعني تعال يقولك تعال بقى سيب بقى اللي ورا بص وبص معاه لقدام كده تعال بص لقدام كده تعال نخرج تعال نتفسح تعال اجيب لك هدية هو عايز يجيب لك هدية على فكرة وحاجة كده حلوة يرضيك يعني ده يجيب لك الكوبية والبنتكلس يعني جيب لك الحاجتين يعني انت عايز ايه هجبهولك اللي انت عايز هجبهولك بس هي مشاعره حلوة قوي يعني مشاعره حلوة هي صحي بيج اوف بكابسل بس عشان ممكن تكون انت قدتم متخصمين او حاجة فهو عايز يددش معك او كده ولو انتو مفيش خصام او اي حاجة ما بينكو فهو عايز يديك هدية او هو مستلطفق قوي قوي يعني انتو مفيش خصام والحاجة في علاقة مستقرة يستلطفق وشايفك حد لزوز وجميل وبتضحك والحاجات دي يعني لكن هو شايفك ايه شايفك شايفك انه ممكن يكون بينكو فعلا خصام ولست راجعين وهو عايزك ترجع زي زمان الشخص الامور اللي كان بيضحك ويهزر معي ليه بقى لانه شايفك عمال تفكر في الماضي كتير قوي عمال تعيد في الزكريات بتاع الزمان قوي يعني شايفك ان انت قاعد كده مع نفسك متوحد اه انت انت زي ما تكون هو انتو رجعتو وكده او انتو في العلاقة بس زي ما تكون عندك اكتئاب او ما بقتش زي زمان هو عايز يفرفشك اه عايز يفرفشك عايز يخرجك في فرفشك ما شايفك زعلان انت زعلان من حاجة يا برجوتور انت ممكن تكون زعلان من حاجة في الشغلة او في الدراسة مثلا وهو عايز يقمن اي حاجة عايز يقمن اي حاجة يخليك ترجع زمان الامور اللي كان بيتحك معه يهزر اللي هو كان بيحبه هو كان بيحب فيك الروح الطفولية دي اللي هو كنت بتتحك وتهزر وعمل ايه بتاع فهو شايفك بقيت منعز اللي قوي عنه انت زي ما تكون عندك مثلا ايه اه انت عملت صده ليه برجل تور انت بتصده انت عملت اقول له كلام جامد قوي استنى بقى انا كده في هند انت رجعته البعض او او عموما يعني في العلاقة وهو لما يرجع يكلمك تاني هو داخل داخلت عمل ايه ووحشني وكده وانت بتقول له وحشني ايه انت قلبت على عم ضياء من الآخر او اللي اتفرجته على مسلسل الوصيع انت كده عم ضياء ايه انا مش عارفة ليه انت عملت وقول له استنى بقى انا حزبك انت وحشني ايه انت بقى لك شهر ما كلمتنيش وبقى لك شهرين كذا فانت بقيت شخص منعزل قوي ومش عايز تكلمه هو شايفك ان انت مش عايز تكلمه او بقيت شخص قاسي او شايف ان انت بقيت قاسي وما بقيتش بقيتش دمك خفيف وما بقيتش يتغذر معك ممكن يكون دمك خفيف زي ما انت بس انت دلوقتي منعزل عنه شوية لانك ممكن تكون بتعلمه حاجة عايز تعلمه حاجة عايز تقول له انا ما بقيتش زي زمان على فكرة وانا تغيرت ومش هسقط لك تاني وبتاع وكده بس انت فرحان برجوع ما تنكرش بقى انت فرحان برجوع وانت بتحبه على فكرة انت بتحب هذا الشخص بس ممكن تكون عايز تقول له مثلا لا انا مش كل مرة بقيت هتسيبني وتمشي ممكن يكون شخص ده من نوع اللي هو انا حسى اصلي كل كروت والبيج والبيج حسى شخص طفولي شوية في مشاعره يعني لانه مش حاجة كبيرة يعني مثلا ما بيعرفش يدي مشاعر بالضبط هو ما بيعرفش يدي مشاعر كبيرة لو انت متحير من هذا الشخص وانفكره ان هو بيتسلى بيك مثلا عشان هو بيكلمك ممكن يكون من النوع اللي بيكلمك مرة في الشهر مثلا هو يكلمك مرة في الشهر يسلم عليك مرة وبعدين يجيلك بعد الشهر اللي بعدين يخرج معك يوم يومين ثلاثة وبعدين يروح قاطع وبعدين نلجي تاني هذا الشخص بص البيج والبيج هذا شخص مشاعره كده هو ما بيعرفش يدي لكده ما بيعرفش يهتم الا اهتمام صغير يتكلم مرة يتكلم مرتين هو كده دي حياته حتى ما طلع البيج اوف كابس برضو مش البيج اوف كابس لا ده البيج اوف كابس هو كده ما بيعرفش يعمل الا كده في مشاعره هو كده متوحد في مشاعره متخلف يسيدي في مشاعره بس بيحبك هذا الشخص بيحبك ولكن هو في مشاعره ما بيعرفش ما بيعرفش يدي المشاعر الكبيرة انت ممكن تكون بتديره مشاعر كبيرة قوي ولكن هم بص فتفيت فتفيت انت تسأل عليه كل يوم هم يسألش عليك المرة مرتين هو كده هو هذا الشخص كده ممكن تكون بتتعامل محد جوزاء برضو ممكن لان انا شايفة برضو البنتكالس هنا فممكن يكون ترابي شواء هذا الشخص وعزراء وحود او سرطان او عقرب برج معين وطور برضو عندنا عندنا طور برضو طيب زي ما قلت لك وما شايفك ان انت شخص بقيت بتهتم بالتفاصيل قوي وبقيت تدور وراه وبتاعه ولا او انت مكلمتينيش مبارح وانت 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 هو ايه في حياته دلوقتي هو هو مستقر على فكرة هذا الشخص بجد بقى ما بيعرفش فعلا يدي مشاعر هذا الشخص عنده استقلال في المشاعر مستقل يعني هو الحب مهمة عنده وبيحبك وعايزك بس هو في حياته بيحب دايما يبقى لوحده او يحب دايما يبقى مستقل عاطفيا ما بيحبش حد مش عارفة جبالك ازاي برجالتور عارفين الشخصيات اللي هي بتبقى شغل وفوسح وخروجات وكده وعنده حد بيحبه وهو بيحبه برضو بس ما بيعبرلوش عن المشاعر بس من اخر بس كده هو بيقولك هو بيديك حاجات صغيرة هو كده وده يتنظره بس هو مستقل دلوقتي وحياته ماشية زي الفول زي الفول وممكن يكون بيرتب شغل جديد او بدء عمل جديد مثلا حاجة حاجة من النمضة طيب هو نقييته معاك ايه هو نقييته وصال حق بص هو مش مستحمل خالص فكرة ان انت عاملو الوش ده بصراحة يعني ومش مستحمل فكرة ان انت متعزد كده وقاعد وحاطت ايدك على وشك وبتاع لا هو عايز يشوفك كده فيه هو متعود من الاخر كده برج التول ممكن تكون انت اللي عودته انت عودته على كده من الاخر بص بقى انت عودته انت اللي تديله انت اللي تهتم انت اللي تروح له وانت اللي تكلمه هو تعوده هو الشخصية دي كده يقولك يا ايه بيال حبيبك على عيبه ومش عارف ايه وكلام ده فانت عودته او عودت هذا الشخص على كده عودت ان انت اللي تقدم له الكوباية انت اللي بتروح له انت اللي بتتكلمه هو الشخص ده بيهتم اه بس اهتمامه بالنسبة لك ميجيش حاجة هو كده عادي بقى مع الحياة كلها كده لو انت مش عاجبك الشخصية دي خلاص مش مش كلام سيبه ومشي لكن لكن هو بيحبك بيحبك وشايف ان انت الشخص المناسب اصلا انت شايف ان انت انت الشخص اللي هو مش هيلاقي زيه تاني خلاص ده 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 رفيق الروح يعني ده ومش شعلك بتاعي بيشعر بجانبك بالسعادة وبالانبساط نمض وكده هو بيحب اهتمامك على فاكرة يا جماعة بما ان فيه تجربة شخصية يعني مش ليه انا بس حوالي فانا لقي صديقة بنفس النمض ده ولما قالت له انت بتهتمب ايا نص اهتمام ومش عارف ايد كده قال لها انا يعني بحب اهتمامك ممكن يكون ما بديش اهتمام لكن انا ما بيعرفش يعبر ممكن هذا الشخص ما بيجي يعبر بيعبر بالهدايا يعبر بالخروجات بالضبط عبر بالفصح لكن كلامه واهتمامه ازاي كده لا ما بيعرفش هو يا مري الليلة دي خالص هو يديك يديك بص خدي 75 جنيه روح اتليك دهما يديه قالوا انت اعجيب لها دي ايه في الفلانتانا قالوا انه هديها 13 جنيه تشوف بقى تجيب اللي هي عايزة فهذا الشخص يدي كباية يدي هدية يخرج يروح يودي سانمة يجيب لك حاجة انت عايزها بيتموت فيها لكن كلام حبه واشعاره وكده لا هو عملي قوي ومستقل ازاي شخص مستقل في وطفه في مشاعره في كل حاجة وانت بقى يعني انفكروا ما بيحبك شو عمل تقول له لا استناني بقى انت ما بتحبنيش اصلا لا هو بيحبك بيحبك ولما بتبعد عنه ما بيتقبلش الفكرة دي خالص لا تبعدي فين او هتبعد فين هو ناوي على ايه الخطوة اللي ياخدها هو حاليا اعتقد انه مركز على شغله قوي اه لا ابص بقى هو ناوي انا مش قلتلك هزا الشخص بيدي بس بيدي فلوس يدي هدايا هو ناوي يجيب لك حاجة خلاص كده هل يبقى لك بقى هو ناوي يجيب لك حاجة هو ناوي يعمل اللي انت عايزه شوف بقى انت كنت طالب من هزا شخص ايه هو يعمله لك يعني انت مثلا طالب منه اهتمام هيدي لك اهتمام والله ههتمي بك وهوريك هو الشخص ده عملي قوي 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 يعني وشخص ما بيحبش الكلام يعني افعال هعمل ده هعمل ده خلاص فهو ناوي يوازن خلاص انت عايز ان انا هتمي بيك خلاص يا سيدي هتمي بيك ما قلتلكو في اول تقريبا قلتلكو انتو ولا مين مش عارف شايف قلت القراءة دي ولا قيم اه الشخص اللي بيتغير احنا ممكن نكون مش بنتغير ممكن نكون ايه اللي بيحبه الطرف التاني ونعمله فهو شايفك ان انت عملتو قوله لو سمحت اهتمي لو سمحت وازن لو سمحت اللي بيتدهولك تدهوني هو يعملك اللي انت عايزه بس ما تمشيش ما تبعدش انا بحبك لو سمحت انا بحبك ما تمشيش شوف انت عايز ايه وانا عملهوك لكن هو لو سمحت يعني اصبر عليه شوية برج التور ما تبقاش شخص اللي هو يا كده يا كده لا لا متعملش كده افرد هو عنده شغل عنده اولويات ايه انا عارف فيه الناس تقولك تمو فتح هو دلوقتي هو مدخلش تكلمني مش لازم يكون فتح بيكلم بنات يعني ولا ممكن يكون بيكلم بنات فعلا بس مش مشكلة مش مشكلة يا جماعة بص لجانب الاجانية بيتعرف على الناس لا هو شخص كده يعني بيحب في صمت هو هو ناوي ان هو يثبت لك ممكن يثبت لك بان يجي يخطبك او يرى فتحة مع اهلك او يثبت لك بانك مثلا يقولك ايه انا خلاص مثلا حددت السنة الجاي على اخطبك مثلا يقولك كده لان هو بس عمال يشتغل وعمال يكون في فلوس اعتقد هو عنده حاجة في الفلوس منع ان هو يتقدم نحوك او ان هو يخطبك او حاجة فهو هيعمل اللي انت عايزها او اللي انت عايزه لو ولد طبعا فهي هتهتمي بيك هتهتمي بيك يعني انها مش هدين فقط جي تخطبك طب النصاحة بتقولك ايه النصاحة بتقولك بطل بقى لف ودوران بقى ماشي بطل لف ودوران والشخص ده توقم روحك وتوقم شعلة واي حاجة اي حاجة فيها حب معك بيحبك 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 برج القوس و برج الجوزات بتتعامله مع الاتنين بيحبك قوي قوي واصبر عليه شوية برج التوري والنصاحة بتقولك صالحه بقى ما تبقاش البرج العزراء ما تبقاش كده هتبقى كده هيمشي هيمشي ويزعل هو بيبقى كده لما انت بيبقى بتصده لكن هو بيحبك بس طريقته في اظهار المشاعر ما بيعرفش بس كده ده اللي قدر قوله لك ده اللي نستنتجته من هذا الشخص لانه كل شيء بتعله بيش 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 بتعله عاجات صغيرة لكن ده توقم روحك بيحبك قوي وانت كمان بتحبه على فكرة انتو نفس مقدار الحب بس انت بتظهر له يعني اكتر من هو بيسهر لك ودي قرأة حلوة بصراحة البرج التوروة عجبتني جدا مش بقولك انت في تقتك انت فرحانة قوي فرحانة قوي برجوع زالشخص انت تحبه قوي قوي وبتحب كمان تديله عطاء بتحس ان انت زي لو انت بنت بتحس انك امه مثلا بالضبط كده تحب تتكلم معه هو بيحبك وانه يجيب لك يديه وانه يجيب لك يديه طب يا برج التور يا رب تكون اللي اقرأ عجبتكم شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة